اشتركوا في القناة بنفسي دليل أفرادي مديرة أخبار ورئيسة اللجنة الدائمة للأخبار في اتحاد إذاعات الدول العربية مسيرة المهنية انطلقت منذ أكثر من عشرين سنة في مؤسسة التلفزة التونسية كمحررة ومقدمة نشرات إخبارية وصحفية ميدانية أيضا ومنها إلى رئيسة نشرة إخبارية ثم رئيسة تحرير مساعدة ثم نائبة رئيس تحرير وبعدها رئيسة تحرير وصولا إلى إدارة الأخبار حاليا خلال فترة ترأسي لغرفة الأخبار بالتلفزة التونسية كان لي شرف الإشراف على تغطية الانتخابات البلدية في تونس سنة ثمانية عشر وألفين كذلك الإشراف العام على التغطية الإخبارية للانتخابات التشريعية والرئاسية لسنة الفين وتسعة عشر كذلك القمة العربية المنعقدة بتونس والتغطية الخاصة لوفاة الرئيس الراحل الباجي قايد السبسي سنتابع معاً كافة مراحل التحذير للنشرات الإخبارية الإعداد لذلك يكون تنظيماً وعلى مستوى المظامين تنظيماً بوضع جداول العمل للصحفيين في غرفة الأخبار تأثير فريق التحرير بشكل يومي ودوري وأساساً الإشراف على إنتاج المظامين في النشرات العادية منها والاستثنائية وعلى الفواصل الإخبارية وعلى المنصات الواب بما يستجيب لتطلعات المشاهد طبعاً ذلك يكون بإعداد تصور لإنتاج المظامين الإخبارية في كافة المواعيد يعني نشرات مواجيز نشرات استثنائية وكذلك منصات الواب تكون المصادقة على التخطيط الإخباري المقترح من الهيكل المكلف بذلك وإثرائه واعتماده من الإنتاج وتسخير الأليات والإمكانيات لمواكبة الأحداث الحينية والطارئة لنا هيكل مكلف بالرصد واليقظة لكافة الأحداث على المستوى المركزي وكذلك في كامل جهات الجمهورية لدينا مراسلون في كافة الولايات لمدنا بما يجد من أحداث على كامل تراب الوطن إذن من مهمة رئيس التحرير أيضاً التدقيق في جودة المحتوى قبل بثه واحترام الضوابط المهنية يعني المظامين لا بد أن تكون محترمة لضوابط المهنة الصحفية المرحلة الثانية هي توزيع المظامين توزيع المظامين يكون بالمصادقة على اختيار المواضيع التي ستتم معالجتها إخبارياً وكذلك زوايا الطرح بعد مناقشتها طبعاً في الاجتماع التحريري الذي يسبق كل نشرة من نشرات الأخبار ويرفع دليل النشرة إثر ذلك إلى مدير الأخبار للإطلاع عليه في توزيع المظامين يجب أن يتم ضمان توازن النشرة وتنوع الأشكال الصحفية فيها يعني يمكن أن تكون فيها تقارير يمكن أن تكون مسجلة يمكن أن تكون فيها روبرتاجات بيدانية تدخلات لمراسلين من الجهات تدخلات مباشرة في عديد الأحيان في النشرة كذلك يتم المصادقة على عنوين النشرة من قبل رئيس التحرير والمصادقة على ترتيب الأخبار في النشرة مشاهدة محتوى النشرة والمصادقة عليه قبل البث أكيد ومع احترام التناسق التام في دليل النشرة وانسجامها مع الخط التحريري للمؤسسة التأشير النهائي على المحتوى التحريري والبصري للنشرات يكون من قبل رئيس التحرير طبعا هذا ويشترك في إنتاج المضامين الإخبارية مع رئيس تحرير الأخبار مع رئيس تحرير وكالة الأنباء الداخلية يعني رئيس تحرير وكالة الأنباء الداخلية هو من يقوم بتجميع كافة الأحداث ومع رئيس التحرير يتم التنسيق التام لمعالجة تلك الأحداث وبالشكل الصحفي المناسب في توزيع المضامين لابد من ضمان أقصى درجات الجودة والمهنية وتثمين الجهد المشترك بما أن النشرات الإخبارية هي عمل مشترك يعني هي سلسلة مترابطة من صحفيين ومراسليين رئيس النشرة رئيس التحرير المساعد نائب رئيس التحرير رئيس التحرير ووصولا إلى مدير الأخبار هنا لابد أن ننوه بضرورة أستغر على احترام الخط التحريري لمثاق الجرافيك أيضا في النشرات كما لا يفوتني أن أشير إلى عنصر هام في التحذير للنشرات وهو الاستشراف الاستشراف بمعنى متابعة المستجد واستشراف التغطيات والمواكبات المناسبة بالتنسيق أيضا مع رئيس تحرير وكالة الأنباء الداخلية يعني نقوم بمتابعة الأحداث الأنية يوميا طبعا إضافة إلى أحداث يمكن التحذير لها قبل مدة يعني هناك مناسبات وطنية أو استحقاقات وطنية كبرى تكون معلومة لدينا سابقا وبالتالي يتم التحذير لها بصفحات خاصة بوثائقيات في بعض الأحيان إثر النشرات تبث نظرا لأن زمن البث يحكمنا في النشرات إذن النشرة إذا جاهزت يتم البث رئيس التحرير مطالب بمشاهدة النشرة إثناء البث وحتى في بعض الأحيان هو ملزم بأن يكون في قاعد البث النهائي مع التقنيين ومع رئيس النشرة ويمكنه حتى التدخل مع مقدم النشرة في بعض الأحيان لتصحيح بعض الأمور أو لإعلامه ببعض المستجدات في نهاية النشرة يكون هناك اجتماع تقييمي دوري إثر كل نشرة هذا الاجتماع يتم خلاله تحديد الأخطاء إن وجدت ونحن طبعا نرجو أن لا تكون هناك أخطاء لكن إذا وجدت أخطاء يعني تقنيا أو في التقديم أو في بعض التقارير لابد من تصحيحها حتى لا يتم إعادة الخطأ في النشرات الموالية التقرير التقييمي يتم رفعه إلى مدير الأخبار لعرضه خلال الاجتماع التوجيهي يعني لابد هنا من التنويه بأن من أخطأ في تقرير أو في أي أو في جرافيك أو في أي عنصر من عناصر عملية إنتاج النشرة لابد أن يصلح الخطأ قبل المغادرة يعني حتى لا يتم لا يتوارد الخطأ في النشرات الموالية أظن أنني أعطيتكم بسطة على تحذير النشرات الإخبارية وإذا كانت هناك تفاعلات من قبلكم أنا موجودة للرد على تساؤلاتكم واستفساراتكم أشكركم إذن على طيب المتابعة ونرجو التواصل مجددا شكرا وإلى اللقاء